السلام عليكم الإسرائيليون والعرب قبل الإسلام وبعده فيما يلي أقرأ عليكم الفصل العاشر من كتاب المسألة اليهودية تأليف عبد الله حسين الإسرائيليون والعرب قبل الإسلام وبعده لئن كان الإسرائيليون من الأمم السامية فإنهم ليسوا أقدمها فقد وجدت قبلهم بآلاف السنين أمم سامية أخرى أما اللغة العبرية فقد كانت كما أوضحنا قبلا في مقدمة اللغات السامية فقد كانت شائعة قبل نشوء الإسرائيليين إذ كانت لغة فلسطين الكنعانية ولغة بعض قبائل طور سيناء والأردن ومنها بنو أدوم وعمون ومؤاب وقبائل عمليقية ومديانية وإسماعيلية ومن هذه الأقوام ظهرت بطون الإسرائيليين في طور سيناء وأطراف الحجاز كما أوضحه كتاب العلاقة بين العرب والإسرائيليين قبل ظهور الإسلام بالإنجليزية للمستشرق مارغوليوث ثم إن اللغة العبرية أخذت تضمحل على أثر الحوادث السياسية فنهضت الآرامية وهي إحدى اللهجات الكنعانية وأصبحت أغلب بطون فلسطين وسوريا والعراق وطور سيناء تتكلم الآرامية الذي أخذت في الانكماش منذ نحو ميلاد المسيح أمام نهضة اللغة العربية مما كان من أثره لاتجاه القبائل الآرامية والعبرية إلى الاندماج في العنصر العربي شيئا فشيئا هذا ويأخذ من مؤلفات المستشرقين أمثال مارغوليوث في كتابه سالف الذكر ودوزي في كتابه الإسرائيليون في مكة وبيرني في كتابه إقامة إسرائيل في كنعان وغلازر في كتابه عن بلدان شبه جزيرة العرب وبعض أسفار التوراة أن اليهود سكنوا منذ التاريخ البعيد أطرافا في بلاد العرب قال صاحب الأغاني في الجزء 11 صفحة 94 كان ساكنوا المدينة في أول الدهر قبل بني إسرائيل قوما من الأمم الماضية يقال لهم العماليق وكانوا قد تفرقوا في البلاد وكانوا أهل غزو وبغي شديد وكان ملك الحجاز منهم يقال له الأرقم ينزل ما بين تيماء إلى فدك وكانوا قد ملأوا المدينة ولهم بها نخل كثير وزرع وكان موسى بن عمران قد بعث الجنود إلى الجبابرة من أهل القرى يغزونهم فبعث موسى إلى العماليق جيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن يقتلوهم جميعا إذا ظهروا عليهم ولا يستبقوا منهم أحدا فقدم الجيش الحجاز وفي التوراة ما يؤيد وجود العلاقة بين بلاد فلسطين الكنعانية وبين البلاد العربية وعند إسرائيل وينفينستون وهو مؤلف كتاب تاريخ اليهود في بلاد العرب أن تاريخ الإسرائيليين مع العرب قسمان أو طوران أولهما يشمل حوادث لبطون إسرائيلية بائدة في بلاد العرب إلى بداية القرن الخامس قبل الميلاد أما ثانيهما فيتناول أخبار جموع من اليهود كان لها شأن عظيم في تاريخ شبه جزيرة العرب وهذا الطور ينتهي بإجلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لآخر الطوائف اليهودية من الجزيرة العربية العبادة ففي الطور الأول يبدو أن الإسرائيليين كانوا يعبدون الله مع تقديسهم لبعض الأصنام عدا الكهنة والأنبياء وبعض الأشراف والملوك والنقباء المؤمنين برسالة موسى فقد كان هؤلاء جميعا يعبدون الله وحده مخلصين له الدين وكان الموحدون لله قليلين ثم كثروا قليلا قليلا أما الطور الثاني فيبدأ من بعد رجوع اليهود من السبي البابلي سنة 638 قبل الميلاد والمرجع في الوقوف على أخبارهم إلى يومئذ هو التورات فقد ذكرت صحف أخبار العالم عن أول هجرة مشهورة لهم إلى بلاد العرب بأن بطون شمعون سارت إلى طور سيناء مع ماشيتها لتبحث عن مرع لها إلى أن وصلت إلى أرض قبائل معان فقاتلتها وفازت بطون شمعون وقد ذكر دوزي في كتابه عن الإسرائيليين في مكة أن هذه الهجرة قد حدثت قبل عصر الملك داود بنحو ألف سنة قبل الميلاد وعند مارغوليوث في كتابه علاقة العرب بالإسرائيليين قبل ظهور الإسلام أنها لم تحصل إلا في عصر الملك حزقيا الذي حكم بلاد يهوذة من سنة 717 إلى 690 قبل الميلاد وهناك من يشك في صحة رواية هذه الهجرة وأغراضها هذا ويقول الجغرافي سترابو إن أول الجزيرة العربية كانت يومئذ هكذا قبائل معان وعاصمتها قربا وقبائل سبأ وعاصمتها مارن ودولة ثنبا في باب المندب ومملكة حضرموت وعاصمتها سيوة كانت فلسطين بمثابة الجسر الذي يربط البلاد العربية وسوريا بمصر والعراق وكان تجار اليهود يذهبون إلى سبأ في عهد سليمان وبعده كما جاء في الآية 26 الفصل الأول من سفر الملوك الذي جاء فيه أيضا أن أيلة أو العقبة كانت مستعمرة يهودية وقد اشتدت هجرة اليهود إلى الأرجاء العربية منذ القرنين الأول والثاني بعد الميلاد للضيق فلسطين بكثرة سكانها ومهاجمة الدولة الرومانية لها حول القرن الأول قبل الميلاد وإلغاء الدولة اليهودية وإخضاع فلسطين للحكم الروماني وثورات اليهود عليه مما كان من أثره خراب فلسطين وتدمير هيكل بيت المقدس وتشتيت اليهود قال صاحب الأغاني إنه لما ظهرت الروم على بني إسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم ونكحوا نساءهم وخرج بنو النضير وبنو قريض وبنو نهدل وهذه من القبائل اليهودية هاربين منهم إلى من بالحجاز من بني إسرائيل وكانت فلسطين يومئذ غنية بالصناعات والمتاجر وبالقمح والشعير والزيتون والتمر والعنب للاستهلاك والتصدير على أن اليهود المهاجرين والمقيمين في البلاد العربية قد ضعف شأنهم وحضارتهم قال العالم شير إن اليهودية في بلاد العرب كانت لها صبغة خاصة كانت يهودية في أساسها ولكنها غير خاضعة لكل ما يعرف بالقانون التلمودي وقد أقام هناك الحصون والآطام على قمم الجبال ويأخذ مما ذكره ابن هشام في الجزء الثاني والثالث صفحة ستين من فتوح البلدان للبلاذري وغيره أن اليهود قد حفروا في بلاد العرب الآبار وأخذوا الربا وربوا الماشية وعنوا بالنسيج والصياغة وصنع الأسلحة وأن العرب كانوا يرهنون عندهم الأمتعة ليستدينوا منهم ما يحتاجون إليه صفحة ستة عشر وخمسة وأربعين ومئة وستة عشر البخاري أما لغتهم هناك فكانت العربية مشوبة بالرطانة العبرية التي كانوا يستخدمونها في صلواتهم وقد ذكر صاحب فتوح البلدان أن يهود يثرب كانوا أساتذة العرب في تعلم اللغة العربية وكان لليهود أحبار يتولون القضاء وكانت قبلة اليهود بيت المقدس ويؤدون الصلاة ثلاث مرات في اليوم وفي الصفحة 27 و314 من الجزء الأول لابن هشام أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يفد إلى مكة وقبلته إلى الشام وفي الصفحة 18 من الجزء الأول البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة يصلي قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكانت اليهود قد أعجبهم هذا وفي الصفحة 498 الجزء الأول البخاري أنه لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم على المدينة ورأى اليهود يصومون في يوم عاشوراء قال ما هذا؟ قالوا هذا صالح يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه فأمر بصيامه وكانت اليهود تعده عيدا قال الواقدي في الصفحة 170 إن اليهود كانوا يوقدون النيران في الليل ليرشدوا السائرين وليدعوهم إلى الضيافة والإكرام كما كان يفعل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة لمجدهم كذلك قرض اليهود الشعر بالعربية كذلك يؤخذ مما رواه الواقدي في الصفحة 277 وابن هشام في الجزء الأول صفحة 68 أن أفرادا من اليهود كانوا يجيئون إلى مكة للتجارة وغيرها وأن المكيين أنفسهم كانوا يقصدون إلى خيبر ليجلبوا منها حليا آل أبي الحقيق وأن كعب بن الأشرف قد جاء إلى مكة ليرثي قتل بذر وأن وفود يهود بن النضير جاءت إلى مكة لتحزب الأحزاب أو لتحزب الأحزاب يوم الخندق بعد الهجرة وأن الرجال مكة كانوا يجلبون العبيد من اليهود وفي فتوح البلدان للبلاذري في الصفحة 63 طبع مكة أن قليلا من اليهود قد سكنوا مكة والطائف وغيرها وفي ابن هشام الجزء الأول صفحة 22 أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلى بين الركنين البراني والأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام قبيل ظهور الإسلام وقد حدثت قبيل ظهور الإسلام حروب عظيمة بين بطون يثرب عرفت بيوم بعاث دامت سنين طويلة كما ظهرت حركة سياسية قوية بين زعماء الحجاز كل منهم طامع في الاستئثار بالحكم وظهرت نهضة فكرية عظيمة كان من أثرها أن أصبحت القلوب صالحة لقبول دعوة دينية جديدة وصارت الديانة الوثنية موضع السخرية جهرا عند بعض المفكرين راجع الصفحة 90 من تاريخ اليهود في بلاد العرب بقلم والفينستون والأغاني الصفحة 40 الجزء 14 والجزء الثالث صفحة 179 يهود خيبر جاء في كتاب تاريخ الإسلام تأليف عبدالوهاب النجار أن خيبر مدينة تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل في شمالها الغربي كان سكانها من أشجع اليهود وأقواهم شوكة كما كانوا من أشد الناس إيذاء لرسول الله فكان سيدهم أبو رافع ابن أبي الحقيق من ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم وكان هو وكعب ابن الأشرف في إيذاء رسول الله كفر سيرهان فلما استشر شره أرسل رسول الله عبدالله ابن عتيك الخزرجي فأحال له واقتحم عليه حصنه وقتله بين ولده وأهله ليكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شره ولما قتل أبو رافع ألقى اليهود بمقاليد الرياسة فيهم لأسير ابن رزام أو أسير ابن رزام وقد قتل أصحاب الرسول أسيرا أو أسيرا هذا لمحاولته الغدر وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة ويقول الكتاب نفسه إن لليهود في كل زمان ومكان شهرة بالثروة ووفرة المال والكسب لهذا رغب المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية أن يعرضوا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج معه لقتال أهل خيبر رجاء أن يصيبوا من متاع الحياة الدنيا ما يسد جشعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخلفين أن تخرجوا إلا رغبة في الجهاد أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا ثم سار الجيش الإسلامي حتى نزل على خيبر والقوم أي اليهود غارون لا يعلمون بنزوله وحاصرهم المسلمون وافتتحوها حصنا حصنا إلا حصنين منها وقد أبلى علي بن أبي طالب وغيره من المسلمين بلاء حسنا وقتل من المسلمين خمسة عشر رجلا ومن اليهود ثلاثة وتسعون وقد انتهى أمر من كانوا بالحصنين بالتسليم طالبين حقن دمائهم وأن يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم ولا يصطحب الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وهذه عاقبة البغير وبيل وبعد أن أتم الفتح رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر أهل خيبر في بلدهم ويترك الأرض في أيديهم يزرعونها بشطر ما يخرج منها إذ قالوا نحن أعلم بها منكم وأعمر لها فصالحهم على ذلك وعلى أنه إذا شاء أخرجهم وقد حدث أن بلالا استبى في من استبى المسلمون في خيبر امرأتين هما صفية بنت حيي ابن أخطب وأخرى معها فلما مر بهما على قتل يهود صرخت المرأة وأعولت وحثت التراب على وجهها فقال رسول الله أغرب عني هذه الشيطان وأخذ صفية خلف ظهره فكانت صفية من المغنم ولام بلالا على مروره بالمرأتين على قتل قومهما وقال له نزعت منك الرحمة يا بلال تمر بالمرأتين على قتل قومهما نتائج غزوة خيبر وقد استعقب فتح خيبر صلح يهود فدك وتيماء ووادي القرى وانتهى الأمر ببقاء الأرض في أيدي سكانها بشطر ما يجتمع منها على نحو ما كان بخيبر واختصاص رسول الله بملك أرض فنزلها كما أن المسلمين قد أمنوا شر اليهود أي أنه كان من أثر غزوة خيبر القضاء على قوة اليهود الاقتصادية والسياسية والدينية في البلاد الحجازية وانقطع الخصومة بينهم وبين المسلمين وبقي قليل من اليهود في مصر وهم من بني قينقاع الحجاز مطمئنين كما ورد في سيرة ابن هشام والمغازي للواقدي ولعل مما ساعد على إقامتهم مهارتهم الصناعية والحسابية وفي الجزء الثاني من تاريخ الخميس صفحة 156 أنه لم توفي عبد الله بن أبي بكى عليه اليهود ووقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قبره وعز ابنه وألبسه قميصه ويقول البلاذري إن الرسول صالح أهل مقنى اليهود وبني حبيبة أو حنينة على ربع عروكهم أخشبهم وغزولهم وربع كراعهم وثمارهم وعند الواقدي في الصفحة 271 أن عمر أجل آل الحارث أبي زينب المشهورين إلى أريحاء بأرض فلسطين فأما الأسر التي كانت لها معاهدات مع الرسول فقد أقرها عمر وبقيت الأغلبية لليهود في وادي القرى إلى القرن الحادي عشر الميلادي وبقيت منهم طوائف تيماء في القرن الثاني عشر الميلادي ثم عدم وجودهم في الحجاز بهجرتهم وإسلامهم أو اندماجهم في الأعراب أما في بلاد اليمن وفي جهات مختلفة من الجزيرة العربية فلا تزال لهم طوائف إلى اليوم اليهود في اليمن لم تعتمد الدعوة اليهودية الدينية في اليمن على العصبية اليهودية التي ظهرت في البلاد العربية الحجازية بل إن سكانا في اليمن منهم ملوك حمير اتخذوا الموسوية دينا ثم انضم إليهم مهاجرون من يهود شمالي شبه الجزيرة العربية نافرين من الرهبان المسيحيين والنجرانيين والحبشيين لأنهم جميعا كانوا أداة في يد ملوك القسطنطينية لنشر النصرانية والقضاء على الموسوية ويبدو أن الموسوية ظهرت في اليمن قليلا قبل المسيحية والإسلام ثم زادت تبعا لانتشارها شيئا فشيئا في سوريا والبلاد العربية سيل العرم يقول جلازر إن منقوشات يمنية تدل على أن سيل العرم لم يحدث في مرة واحدة بل في مرات عديدة وأنه كان نتيجة إهمال شديد لهذا السد العظيم وليس نتيجة أحداث الطبيعة من الأمطار والسيول ونحوها وهناك من ينكر وجود سيل العرم هذا أما سيل العرم الأول فقد حدث في عام 447 ميلادية واستمر إلى 450 وكان من أثره هجرة الكثير من البطون الأزدية وقبائل الأوس والخزرج إلى يثرب وحواليها يقول صاحب الأغاني في الصفحة 96 الجزء 19 فلما توجه الأوس والخزرج نزلوا في حرار ثم تفرقوا ويقول السمهودي في خلاصة الوفاء صفحة 83 وقد وجد الأوس والخزرج الأموال والآطامة بأيدي اليهود والعدد والقوة معهم فتحارفوا وتعاملوا معهم ولم يزالوا كذلك زمانا طويلا وأثرت الأوس والخزرج وقد لبثت البطون العربية عصورا طويلة على موالاة اليهود إلى أن أوعزت الدولة الرومانية إلى ملوك بن غسان بإثارة الفتن ضد اليهود وعند العالمين فيلهاوزن وفوشتينفيلد تعقيبا على السمهودي أن الكفاحة بين النصرانية واليهودية في بلاد الحجاز كان عنيفا حروب اليهود قبل الإسلام يشتهر بين اليهود كاتب يهودي ملحوظ اسمه فلافيوس جوزيفاس ولد عام 37 ميلادي وزار روما سنة 63 ميلادي كمندوب إلى نيرو وقد عين حاكما على الجليل حين نشبت الحرب مع روما وبعد الهزيمة اعتقل ثم حارب مع الرومان عند القدس في عهد طيطس سنة 70 ميلادي وبعد أن منحه فسبيان لقب مواطن روماني مات في القرن الثاني وقد رماه الألمان والناقدون بالتناقض والذبذب ووهن الخلق غير أن مواهبه ككاتب مؤرخ معترف بها ومنذ أخراج كتابه حروب اليهود طبعت منه طبعات عديدة في الكثير من اللغات والكتاب في سبعة كتب استغرقت 483 صفحة تحدثت في الكتاب الأول عما حدث في المدة التي ابتدأت منذ استولى على القدس أنتيكوس إيبير فانز إلى وفاة هيرود العظيم وهي فترة من الزمن لبثت 160 سنة أما الكتاب الثاني فيتحدث عن مدة التسعة والتسعين سنة التي تبدأ من وفاة هيرود إلى تولي فسبيان حين أوفده نيرو لإخضاع اليهود أما الكتاب الثالث فيتناول مدة سنة تقريبا أي منذ حضور فسبيان لإخضاع اليهود إلى الاستيلاء على جمالة أما الكتاب الرابع فيعرض عن مدة سنة تقريبا للفترة من حصار جمالة إلى حضور طيطس لحصار القدس أما الكتاب الخامس فيبسط ما حدث في فترة قدرها ستة أشهر أي منذ حضور طيطس إلى الحد الأدنى الذي أرغم عليه اليهود على النزول إليه وأما الكتاب السادس فيتحدث عن شهر تقريبا منذ النزول إلى استيلاء طيطس على القدس أما الكتاب السابع فيتحدث عن ثلاث سنوات منذ الاستيلاء إلى فتنة اليهود في سيرين في عهد الدولة الإسلامية كان من أثر اضطهاد المسيحيين خاصة الدولة الرومانية لليهود أن رحبوا بقيام الدولة الإسلامية خاصة في إسبانيا على مقربة من أوروبا المسيحية الطاغية لأن الحكومات الإسلامية قد جنحت إلى التسامح مع غير المسلمين بل إن هذه الحكومات قد استخدمت من اليهود والنصارى الكثيرين وظفروا بالمناصب العالية والنفوذ الواسع غير أنه في الإمبراطورية الكارلوفيجينية وفي إنجلترا وبعض إسبانيا المسيحية كان اليهود يعاملون بشيء من العدل نظرا للحاجة إليهم في الشؤون التجارية التي وإن كانت تعد حرفة غير شريفة غير أنها كانت أدعى إلى الكسب من مهنتي الجندية والدين التي كانت أشرف المهن يومئذ على أن تدهور الدولة الإسلامية في بغداد وقرطبة قد أفضى إلى اضطهاد الحكام الطغاة المسلمين خاصة غير العرب لليهود وأمثالهم كذلك كان من أثر الحروب الصليبية أن قام المسيحيون المتعصبون بالمذابح في أحياء اليهود مما حملهم على وقف نشاطهم على الاشتغال بتسليف النقود والتجارة الصغيرة خاصة حين شاع اتهام اليهود بأنهم يذبحون أولاد المسيحيين على أنه وسط الاضطهاد المشار إليه كان هناك بين اليهود من يعودون أنفسهم أسماء وأرقى من جيرانهم من ناحية أنهم موحدون للإله ومنكرون لكل عبادة للأصنام وما يماثرها وأن دينهم يدعو إلى الأخوة والكرم والبر وإلغاء العبودية والتعليم العام والنظافة والطهر كغسل اليدين عند تناول الطعام كما أنه كان من بين الأمراء المسيحيين من لم يكن يعرف كتابة اسمه راجع كتاب تاريخ اليهود تأليف بون جودمان صفحة 105 وما قبلها وما بعدها وقد كان الكاهن أو القسيس اليهودي الربي أو الرب يعلم الناس بالمجان وكان المعبد اليهودي مدرسة وهذا منذ كان واجبا تعلم التوراة وكان من يتناوله المعوز اليهودي لا يعد صدقة بل حقا وكان اليهودي مهما حقر مركزه يعد ضيفا حين ينزل بدار يهوديا آخر ليس بينهما تعارف وكان اليهود يدفع بعضهم عن بعض الآخر الفدية إذا ما أسر أناس منهم وكان من جراء تقييد إقامة اليهود في حي واحد أن أصبحوا داخل هذا الحي كالأسرة الواحدة يعمل كل فرد منها لمصلحة أفرادها دون أن يحفلوا بالشؤون العام إذ كان محرما عليهم التعرض لها والخوض فيها وكان لليهودي داخل أحيائهم فهر بضم فسكون وهو موضع مدراس اليهود يجتمعون فيه للصلاة قال أبو عبيد هي كلمة نبطية أو عبرانية وأصلها بهر فعربت بالفاء وكان يهود الحبشة يسمون الفلاشة من كلمة فلاس الحبشية ومعناها غريب وعددهم بين 100 ألف و150 ألف سمر البشر إلى سواد في عزلة في قرى خاصة وكان عليهم ملك سقط ملكه سنة 1880 ميلادي وهم يدعون النسب إلى داود ويحترفون الزراعة والنسيج والفخار والحدادة والبناء وهم ذو أنفة لا يتزوجون من غير جنسهم متدينون يصومون يومين في الأسبوع وأربعين يوما قبل عيد الفصح ويحافظون على يوم السبت والحكم عندهم بثبوت زين المرأة حكم عليها بأن تمشي عارية على نار مشبوبة انتهى المقال